بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرب الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الكلام كان في الـ Composite Member أو الـ Built-up Member والتصميم للـ Compression Member في حالة هالنوع من الممبر متعرضة إلى قوة انضغاط تكلمني عن النوع الأول واللي قلنا به الـ Component في حالة Contact قلنا بأنه الموصل أو الفرق بالتصميم هو فقط بحساب المودفايت سلندر نس ريش الكلام هنا عن النوع الثاني إذا كانت الممبر مو بحالة Contact طبعا هنا راح تكون الوصلات بين الأجزاء وصلات تتعرض أيضا إلى أحمال compression أو tension هاي الوصلات نسميها وصلات تتعرض أيضا إلى الأجزاء فنلاحظ هنا موضوع أنه هو design of list columns اللاسنج اللي هي الوصلات العابرة بين الأجزاء المكونة للـ Built-up Member عدنا حالتين single نوع الأول أو double Lasing طبعا كل واحد راح تكون نعم تستخدم single ونعم تستخدم double Lasing مثل ما راح تشوف مع الوصلات اللي هي اللاسنج أكو في هذا النوع من الممبر type plate type plate نوعا أيضا ممكن تكون and type plate أو intermediate type plate إذن اللاسنج اللي هي الوصلات نستخدمها في حالة الـ Built-up Member إذا كانت الـ Component غير متطابقة غير متجاورة صورة مباشرة اللي هي non-contact مع اللاسنج اللي هو نوعين قناة single أو double Lasing نستخدم tie plate اللي هي أيضا بنوعين ممكن تكون end وممكن تكون intermediate tie plate أكثر الممبر شيوعا في عمل اللاسنج هو الأنقل طبعا بالإضافة لـ Flatbar أو Channel أو Rolled Section تبقى الأنقل أفضل أنواع المفضلة في استخدامها كلاسنج نلاحظ هنا الكريتيريا في استخدام single Lasing أو double Lasing هاي الترميزات راح نحتاجها بعملية التصميم نلاحظ هنا في حالة الـ W اللي هي المسافة العرضية بين الـ Component طبعا center to center من الـ Holes خاصة بعملية الروابط خاصة بالروابط فإذا كانت أقل من 15 إنج المسافة بين الـ Component بمعنى المسافة شبهه قليلة قليلة نستخدم single Lasing أكبر من 15 كبرت المسافة راح نستخدم double Lasing للـ Single Lasing طبعا الزاوية تفضل أن تكون أعلى من الـ 60 بين 60 و 65 للـ W أكثر من 45 كما لاحظ هنا بين 45 و 40 إذن Single Lasing المسافة بين الـ Component أكبر من 15 double Lasing المسافة أقل من 15 مع الـ Single Lasing دعا من الزاوية بين 65 و 60 للـ Double Lasing بين الـ 50 و الـ 45 للـ Single Lasing طبعا الـ Check الـ Slenderness راح تكون أصغر أو تساوي 140 وللـ Double أكبر أصغر أو تساوي 200 بالإضافة لهذا الـ Check كننكتر نفس الكلام اللي كان بالـ Build Up Member في حالة الـ Contact الـ Slenderness اللي هي بالاعتماد على أقل Radius of Generation راح تكون أقل أو تساوي 3 على 4 من Slenderness الخاصة بالـ Member كليسنك كليسن قطعة ليسنك أبعادها نتكلم عنها هنا والـ Force اللي تحت تأثيرها أيضا راح نتكلم عنها فيما يخص الأبعاد فيما يخص البعد المستعرض اللي هو الـ B المفروض أكبر أو يساوي 2 في minimum 8 distance المفروض مسافة الحافة الخاصة بالـ Bolt أصغر المسافة في 2 المفروض البعد العرضي للـ Lasing ما يقل عن هاي المسافة فيما يخص الطول الطول minimum length سيكون L C اللي هو الطول Lasing center to center من فتحات البولت زاعتا 2 في minimum H 2 في minimum H طبعا هنه نرجع خطوة الترميزات اللي نستخدم هاي نلاحظ طول Lasing اللي هو center to center من فتحات البولت A L capital sub C طبعا نرمز له الطول للLasing شنضيف له الطول تمام الطول ينضاف له 2 حكم جانبيا للربوت في مسافة الحافة ما بعد البولت فطول الكل راح يساوي L capital sub C زائدا 2 في مسافة الحافة ما بعد البولت من كل جانب مرة فصير 2 في minimum H distance نلاحظ ترميز L note هنان L note هو طول الطليق بين الروابط من المنبر أيضا center to center هذا الطول اللي هو جزء المنبر اللي بدون تقييد ولي نفسه وين استخدمه في حالة check لسلنترنس الخاصة بهذا الطول بالأضافة السلنترنس للمنبر كله في المقارنة هنا راح تكون بين هذا الطول أو السلنترنس اللي متعلقة بهذا الطول هي أصغر أو تساوي ثلاثة على أربعة من السلنترنس الخاصة بالمنبر مثل ما قلت هنا تصميمنا لليسنك كليسنك هو منبر ضمن ال built up section راح يتعرض إلى قوة أيضا محورية راح نتعامل مع أيضا كمنبر يتعرض إلى شنو compression force هنا بموضوعنا راح يكون نفس المقطع نفس المقطع يتعرض إلى قوة محورية وأصمم له بالإضافة للروابط أيضا راح تتعرض إلى قوة محورية وأصمم له تصميمي للمنبر كي compression المنبر ما راح يختلف عن procedure خاص بالتصميم شاحت دائما بالprocedure أحتاج القوة اللي أصمم المنبر له وأحتاج slenderness ratio شن القوة اللي راح يتحملها هذا اللي أصمم طبعا من التجربة والمواصفة وجدوا بأن القوة المحورية ضمن اللي أصمم تساوي تقريبا 2% والكلام هنا عفوا عن الشير بابتداء الشير فورس الشير فورس قيمته 2% من compression design strength بمعنى إذا عدت قوة هنا محورية على هذا المنبر قوة محورية على هذا المنبر مقدارها B الشير اللي هو راح يصير بوضع وفقي قيمته راح تكون 2% من القوة المحورية فنلاحظ مثلا على سبيل المثال إذا عدت قوة الشير التأثر هنا مقدار معين اللي هو 2% من القوة المحورية هاي القوة جزء منها راح يأثر بالليسنك بالجهة العليا وجزء الثاني بالليسنك بالجهة السفلة إذا قيمته راح تكون قيمة الشير مقسومة على 2 فنلاحظ هنا V ultimate مقسومة على 2 و V ultimate ش ساوي 2% من القوة المحورية تحليل القوة حصل على القوة المحورية الخاصة بالليسنك من الزوايا من المثلثات قيمتها راح تكون V ultimate على 2 اللي هي الشير force على ساين 30 شوان حصلت من المثلثات المثلث عمل هنا هتكون الزاوية بالنسبة V ultimate على 2 هي مقابل وبالتالي المركبة بدلالة السعي تاي بليت اللي تكلمنا عنها النوعين من تاي بليت يام ما تكون AND أو INTERMEDIATE الكريتيرا الخاصة بتصميم هي راح نشوف السمت ما راح يقل عن ال-W على 50 وعرفنا ال-W هو المسافة بين non-contact member center to center لفتحات ال-W اللينكث الطول ما راح يقل عن ال-W يعني كل الأحوال الطول ما راح يقل عن ال-W في حالة ال-AND بليت في حالة INTERMEDIATE بليت ما راح يقل عن نصف ال-W إذن كان عدي N أقل ما يمكن تكون شكل مربع ال-L ما يقل عن ال-W واضح ممكن نصير مستطيل بالاتجاه الطولي أو أقل شي مربع أما إذا كان الترميت يدفع ال-L راح تقلي تشكيل ما راح تقل عن نصف ال-W لاحظ إذا عدي N تبليت الطول أكبر أو يساوي ال-W إذا صار عدي السمك طول أجل عرض التاي عرض التاي التاي بليت ال-W كأن يسنتر تو سنتر على متعرف العرض تمام العرض لازم أضيف أضيف تنيا في A-H Distance of Port مسافة حافة البوت من كل جانب مسافة منها من جهة اليمين ومسافة من جهة اليسار بالإضافة لل-W الخاص بالمسافة بين الروابط حصل على تمام عرض التاي بليت كريتيري أخرى للاستخدام التاي أقل ما يمكن نستخدم ثلاث روابط بكل جانب ثلاث روابط والمسافة بيناتين المفروض بين ثلاث إلى ستة من قطر البوت إذن بكل جانب بالمينمم عدد الروابط لازم يكون ما يقل عن ثلاث روابط من كل جانب المسافة اليها ال-S قيمتها شو نقدر ها قيمتها ثلاث في قطر البوت إلى ستة في قطر البوت واضح يعني المفروض أختار مسافة ضمن هذا ال-Rage في حالة عدد الربط بال-Wild طول اللحام المفروض يساوي طول التاي طول اللحام يساوي طول التاي طبعاً أو أكبر من بمعنى شون تمام الطول هو ال-L أكبر من شون ممكن يكون ممكن اللحام يصير بالجانب الثاني ممكن اللحام يصير بالجانب الثاني نفس الكلام في حالة زائن أفرض ما عدت فكرة عن اللي أستخدم ه إذا قررت أستخدم أي نوع من الأنواع الشائعة راح تبت فرضيتي بال-B وال-D قيمة ال-R و-X و-R-Y أحتاجها بحساب سليندرنس راح أخمنها من القيم الوضعية وأرجع أعمل التشيك طبعاً وبعدين أسوي التشيك للوكل بوكل لنك آخر فقر راح تكون تزاين للليسنك والتي اللي هو موضوع مثل عمبر فمنوصل لل تزاين للليسنك والتي الليسنك اتعامل معاه مثل ما اقلت ك احسب الفورس الخاصة بي وأيضاً أحدد ال سليندرنس راشو وأرجع للجداول وأحسب مقدار تحمل تايب ليت تصميم هي أرجع لما للكرايتيريا الخاصة بي من بالأبعاد اللي تكلمت عليه الخاصة بالسموك والطول والعرب المثال هنا منبر عمود اللي هو double channel 2 C 12 واضح بالشكل واللي هو أحد الأنواع المعروفة مستخدمين بعملية تصنيع الليسنك نلاحظ الليسنك توب أنتكوتوم ليسنك افكتيف لينك والكلام عن المنبر كمنبر 20 فوت لسناد بين بالنهاي التين نوع الحديد مستخدم قائل FY50 للشنال ولليسنك 36 قائل اللي يحمل لوكال بوكل تزاين بولت لسنك مطلوب بني أيضا أصمم الليسنك بالإضافة للتاي بليت صانع على المود أصمم الليسنك لازم مش عدي عدي القوة الموجودة بالليسنك واللي هاي يقدرها مني أن القوة المحورية على المنبر الابتداء لازم المنبر كمنبر اشكت يتحمل لاحظ هنا البروسيجر أبد بيه كأي عمود عد سلندر ما مطين أي فكرة عن تقييد أو تحييد بأي جانب وبالتالي KLY سوى KLX سوى القيم RX RY القيم اللي هي التقريبية من هذا الصنف أحسب البي Ultimate من الأحمال الموجودة مسلطة حسب السلندر نس للأكس ألجأ للجداول أحسب الأرية المطلوبة أختار مقطع معاش فيه 30 بأرية معلومة قارنها مع الأرية اللي مطلوبة إذن أوكي حصلت 17 أكبر من 14 أوكي من المنوول أرجع هذا الكلام لهاي اللحظة اللايسنغ ما لاعي دور أرجع أحدد الجيومتري بروبرتيز من التابل للليسنغ عفوا للشانل أحسب قيمة الـ RX RY ورأ ما أحسب البروبرتيز المن هنا أحسب البروبرتيز للمقطع المركب من ضمن اللايسنغ اللاحظة القيم اللي لأعلى هنا هي قيم للشانل بعدين هنا تحولت لقيم الكمبوزيت المنبر أضمن اللايسنغ أحسب الـ RX الواقعية الـ RY الواقعية أحسب سلندرنس الواقعية للـ X والـ Y وحدة المؤثرة اللي هي أكبر قيمة لات الـ X أقارنها مع الميتين إذن KLR للـ X هي راح تكون مؤثرة نجا داول حصلت سلندرنس أحسب الـ F critical وبالتالي أحسب الـ B nominal وبالتالي قيمة الـ B nominal اللي حسبت هل هذا المقطع اللي هو 200 في C 12 في 30 مع الليسنغ راح تكون 631 لـ Composite منبر أجي هنا أصمم الليسنغ أصمم الليسنغ بما أنه الـ W أقل من 15 12 إذن أستخدم single أو double أستخدم single أستخدم single الـ B F اللي هي من البروبرتيز الخاصة بالمقطع اللي استخدم ته سمك الفلان جاشك 3.17 minimum H distance 3 على 4 راح تكون 1.15 من البروبرتيز الخاصة بالبولت فيحسب الـ W الـ W على حسب شأطرح منه المسافة كل المسافة هي 12 أطرح من حافة سمك الفلانجة من كل جانب وأضيف 2 في المسافة حافة البولت وبالتالي حصل على قيمة الـ W 8.16 راح استخدم W 8.5 بما انه سنغل في الزاوية راح استخدم ها 60 طول اللي سنج المؤثر بدلالة الزاوية راح يحسب 8.5 تقسيم ساين 60 مثلثات حصل على الطول الخاص بالليسنج والكلام عنها طول هذا الزاوية صادت المثلثات W 8.5 والليسنج اللي يريد أحسب طول الزاوية معلومة حسب الطول الليسنج 9.8 الطول الغير مقيد من المنبر أيضا مثلثات اللي وهال مسافة هالضلع فإذا أخذت نصف مثلثة هنا نقسم هاد المثلث لا نصف هاد الضلع راح يكون فيه 200 يطين المسافة الغير مقيد من المنبر حسبتها صادت 9.8 وين احتاجها احتاجها بالشيك مع سلندر نيس الخاصة بالمنبر اللي الكريتيريا أصغر أو 39 على 4 عملت تشيك أنتقل الآن إلى حساب القوة ورما حسبت القوة الخاصة بالمنبر واللي حسبتها وصال 631 أخذ 2% منعته هاي 2% من هاد الكمبرشن تطيني تطيني شير فورس المؤثر على اللي على طبعا بالواقع 2 للي جزء للأعلى وجزء للأسفل فبتعلا أخذ نصف هاي القيمة نصف هاي القيمة من المثلثات تحليل القوة القوة المحورية راح تكون دلالة الساين مركبة الساين الاحقوم راح تكون الشير بالنسبة للقوة المحورية مقابل أحسب القوة المحورية حصلت على القوة المحورية اللي تأثر على اللاسن ويتعامل معاك كمبرشن منبر قوة مطلوبة سلندرنس مطلوبة حساباتي حصلت القوة بقى سلندرنس شوان أحسب سلندرنس سلندرنس طبعاً ما أعطي فكرة بقى بقى بدلالة البي والتي الارية بقى بدلالة التي والبي أطبق المعادلة تحت الجذر آي على آريا البي راح تختصر مع البي تبقى الار بدلالة من بدلالة الت قيمة الار بقى بدلالة الت عد آي كرايتيريا خاصة بال سنكر ليسينك بأنه الكل على الار ما تتجاوز ال140 الار بقى بدلالة من بدلالة الت أساوي الطرفين بال140 الطرف اللي بدلالة الت أساوي بال140 اللي سفات من هاي الكرايتيريا حصل على قيمة الت السمك 0.242 أقرب أستخدم ربع انج بقى عدي شنو هسا البعد الآخر أروح لل الربع أستخدم وين قيمة الار أحسب قيمة الار وبالتالي سلندر نس كي معلوم واحد طبعا في حالة السنجل واحد في حال دبل بوين سفن ال معلوم الار معلومة وبالتالي كل على الار 136 هسا عدي سلندر نس وعدي فورس أقدر روح المن للجداول على متحدد المقطع في الكل الار 136 والكلام هنا على قطعة الليسنج الاف واي 36 الاف كريتيكال من الجدول راح تكون شكية 12 فاصلة 2 وبالتالي المساحة المطلوبة تكون قوة على إجهاد حسبة المساحة المطلوبة اللي هي 0.597 المساحة إذا قررت هنا أستخدم بار مستطيل في عرض بسمك يساوي هاي المساحة أحسب السمك أحسب البعد الآخر اللي هو العرض السمك نحسب وبالتالي حسبت بمقدار 2.39 راح أقرب إلى 2.5 بتالي المقطع اللي راح أستخدم ك 2.5 في رب أعمل تشيك لل دستانس 2 في 1.25 اللي بديت فرضيتي بها بتالي راح أساوي 2.5 أوك إذا أستخدم العرض 2.5 إنج الطول قلنا الطول شنضيف لي نضيف لي ضعف المسافة حافة البولت بتالي الطول أصباح 12.3 أقرب إلى 14 إذن اللي سنجل اللي راح أستخدم رب اللي وسمك حسب 0.25 بي 2.5 اللي حسبت هاي وراء ما حسب اللي المطلوب بي 14 الطول واللي راح يكون بار على شكل مستطيل لف معلومة تدع نستخدم 36 تصميم للأنت اللي هو تحديد الأبعاد السمك مثل ما متعلم بأنه أكبر أو يساوي W على 50 السمك راح يكون عدي 17% أقرب إلى عدد معلومة قيمة معلومة قيمة قياسية متوفرة لليبليت 3 على 16 الطول قلنا الطول للأنت بليت مايكل عن W وبالتالي راح استخدمه ثمانية ونص اللي هو طول البليت البعد العرضي اللي هو الـ W قلنا W نضيف لضعف حافة البولت اللي هي 2 في 1 وربع في 8 زاعت 2 في 1 وربع حصل 12 راح استخدم 12 وبالتالي فيما يخص العين تايب ليت استخدم 3 على 16 سمك 8 ونص اللي هو length في 12 اللي هو البعد الآخر البعد الآخر الطول 8 ونص والعرض اللي هو 12 وبالتالي 3 على 16 في 8 ونص في 12 نايت محضر شكرا